شنو كارترج يعني غضروف شوفوا شباب احنا مني نقول كارترج غضروف اتفقنا انه هو عبارة عن نسيج ضام واتفقنا انه مدام اقول نسيج ضام اذا هو عبارة عن شغلتين خلايا وماتريكس الخلايا هنا اسميها خلايا غضروفية كوندرو يعني غضروف والكارترج اسمي او الماتريكس اسميها يعني انا اليوم من اريد ااخذ الكارترج شباب الكارترج قلنا هو عبارة عن كونكتف تشو احنا راح ناخذ بالبداية التركيب مالته والدور انواعه التركيب مالكتر هو عبارة عن كونكتف تشو مدام كونكتف تشو اذا هو عبارة عن سيلز خلايا وماتريكس نفس العظم السيلز اسميهن كوندرو سايد كوندرو كوندرو يعني غضروف كوندرو سايد خلايا غضروفية والماتريكس كولاجين للقوة وإلاستين إلاستين للمرونة إلاستيك مطاطية إلاستين للمرونة داير مدائرة الغضروف هذا مو غضروف داير مدائرة أكو باري كوندريام نفس ما كان داير مدائرة العظم شاسمي باري أوستيم هنا داير مدائرة الغضروف اسمي باري كوندريام باري كوندريام واضح؟ هنا داني كنهن يحيط بيهن الباري كوندريام هسا شباب ركزوا علي بعض هذا تركيب كونكتف تشيو خلايا وماتريكس نجي إلى أنواع الكارتلج types of cartilage أنواع الكارتلج حسب شنو راح نقسمها أنواع الكارتلج حسب شما أخذ أكثر شي هو صحيح كل كارتلج بيذني ثلاث أشياء بس كل واحد بيشغلة رئيسية يعني النوع الأول اللي أصيح له haioleen cartilage haioleen هذا أكثر شي بي叫 خلايا هذا بالحال إلىام كارتلج بما أنه بي叫 خلايا فيفيدني في مكان يفيدني بالبيفيزيال بليت بالبيفيزيال بليت اللي هي مسؤولة عن النمو وبيفيزيال بليت ويفيدني بالمكان الثاني اللي هو بال الشم موضنت بالمفاصل الدكتور وحدة وحدة فهمنا يا حال سحب شباب باول epiphysial plate atتفقنا العظم مكون من diaphysis ومكون من epiphysis وهي البلنص هي epiphysial plate مو صحيح هاي البلنص هنا هي epiphysial plate هاي الأبفيزial plate هي عبارة عن hyalin cartilage هاي الأبفيزial plate جلنا مسؤولة عن النمو هي عبارة عن hyalin cartilage واضح؟ هذا اخلصنا من عدة epiphysial plate اللي هي موجودة هنا هذا هنا اللي موجودة عندك هي الأبيفيزيال بليت والسينوفيال جوينت اللي هو بالمفاصل بالمفاصل من عندك مفصل المفصل هو التقاع عظم بعظم ثاني هنا العظم خوة ما يصير يدق بعظم مباشر لازم تخلي له كارتلج غضروف الغضروف هذا اللي يخليه هنا بالجوينت هو الهيلين كارتلج واضح؟ هذا النوع اللي أول من الكارتلج إذن الهيلين كارتلج يعني هلامي لين بيه خلايا وماتريكس بنفس الشكل يعني عدد مال خلايا يساوي عدد الماتريكس فبالتالي نسميه هلامي الشكل هذا الهلامي يفيد من منطقتين بلي بفيزيال بليت وبسينوفيال جوينت خوش أجي السئل من؟ أجي للنوع الثاني من الكارتلج اللي أسميه فايبرو يعني لي فيه هذا ما أخذ أكثر شي من ذن الثلاثة خلايا لو كولاجين لو إلاستين هذا ما أخذ كولاجين لأن من اسمه فايبرو يعني ألياف هذا مسؤول عن القوة مسؤول عن القوة المقاومة فهذا وين ألقى؟ ألقاب الدسك اللي موجود ما بين المفاصل يعني هذا مو هيلين كارتلج اتفقنا عليه أكو الدسك يصير بالنص هنا هذا هو من هو البنص الدسك هو الفايبرو كارتلج ما بين فقرة وفقرة أكو الدسك بالنص يصير هو الفايبرو كارتلج فالهيلين كارتلج بالأطراف الدسك اللي بالنص هو فايبرو كارتلج قوة النوع الثالث من الكارتلج سبب هو الالاستيك كارتلج اللي هو الكارتلج الالاستيسيتي المطاط شما أخذ من ذني خلايا؟ لا الهيلين كارتلج ما أخذ خلايا كولاجين؟ لا الفايبرو كارتلج ما أخذ كولاجين إلاستين؟ نعم هذا أكثر شي ما أخذ شنو؟ إلاستين هذا وين موجود؟ موجود بالأشياء اللي تحتاج حركة يعني بنهاية النوز هنانا elastic cartridge بالأوريكل اللي هو صيوان الإذن هذا وين موجود؟ موجود أكثر شي بالأوريكل اللي هو صيوان الإذن شوف عندك هاي أسميه صيوان الإذن أوريكل هاي القناة ما للإذن أسميها external يعني خارجية auditory يعني سمعية mitos يعني قناة فموجود وين؟ موجود بالأوريكل وبداية القناة اللي هي سميها external auditory mitos الفتحة أكو كنال هاي القنال ما لعلاقة بها أنا لعلاقة بالفتحة اللي هي الميتos إذن موجود بالأوريكل هاو ياها اللي هو صيوان الإذن والexternal auditory mitos external خارجية auditory سمعية mitos يعني الفتحة هاو ياها وهنا موجود بالقناة السمعية اللي هي نسميها auditory canale auditory canale القناة السمعية وآخر شي موجود بالإبيقلوتس إبيقلوتس اللي هو لسان المزمار لسان المزمار اللي ما يخلي اللقمة تدخل للمجرى التنفسي واضح شباب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر